إذا أحب الله عبداً حبب الناس فيه مؤمن زكريا بأساحر الألوه وكاسد محبة وتعاطف الكل من رئيس الجمهورية لأصغر مواطن وهيخف قريب إن شاء الله وممكن نشوفه في الملاعب ليه لا؟ تعالوا نعرف أصل الحكاية بصراحة القصة بدأت لما مؤمن زكريا أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب إصابته بمرض نادر هيمنعه من ممارسة اللعبة خبر صادم زعل كل بيت في مصر أهلاوي بقى زمالكاوي مع اللاوي الكل زعل وبدأ يسأل عن نوع المرض اللي بعديها عرفنا إنه اسمه التصلب الجانيبي الضموري وده مرض نادر بيحصل لكل واحد من اتنين مليون وهو عبارة عن مرض بيصيب الجهاز العصبي وبيأثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النفاعي وبيسبب فقدان التحكم في العضلات وعلشان المرض ده نادر لحد دلوقتي الأطباء والعلم ما قدروش يكتشفوا علاج لحد دلوقتي الجاني بالحلو بقى في الحكاية كم التعاطف والتأدير اللي كان من الجميع سواء أمبية أو لعيبة أو شخصيات مش رياضية بس لأ وصل لرئيس الجمهورية شفنا كلنا مؤمن زكريا دايما بيتم دعوته في المناسبات الرياضية من نهاء القرن سنة 2020 اللي كان في استاد القاهرة شفناه في مراسم التكويل وهو بيشيل كاس دوري أبطال أفريقيا مع الشلناوي والخطير كمان دي ما كانتش أول مرة شفناه شفناه كمان في مقشاط السوفر المصري اللي بتتلاعب في الإمارات وآخرها اللي اتعامل السنة اللي فاتت في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وشفنا اللقطة الجميلة اللي كانت بينه بن شيكبالا برضو شفنا اللقطة الحلوة اللي عملها محمد صلاح السنة اللي فاتت بعد ما دع مؤمن زاكريا وخلاه يحضر مطش نهائي كاس الاتحاد الانجليزي كمان كان موجود في غرفة خلع الملابس بتاعة ليفربول وشال معاه الكاس وفي لفة إنسانية تعودنا عليها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما شاف مؤمن زاكريا ورحب به وسلم عليه وشافوا هما اللي اتنين المطش الخاص بينهائي بطولة كابيتانو حاجة حلوة كمان شفناها إن مؤمن زاكريا تعين في الجهاز الفني لسموحة بعد قرار رئيس النادي فرج عامر مؤمن زاكريا إن شاء الله يقدر يخف ويرجع تاني ونشوفه بصحة وخير تفتكروا ممكن نشوف مؤمن زاكريا يرجع تاني للملاعب كمدير فني؟ ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية ترجمة نانسي قنقر